يشكل التعاون الدولي للجماعات الترابية المغربية فرصة مهمة للوقوف على الأسس المنظمة لهذا النمط من التعاون حيث كان لقاء اليوم هذا المنعقد بمقر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات فرصة لتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتكامل القيم وتدليل بيئة صالحة للعمل المشترك الاجتماع أولا تقييم المؤتمر اجتماع دي الإعداد كذلك المحطة المقبلة اجتماع باش نذكرنا فيه على البرنامج العمل من نحط المحطة المقبلة وبالنسبة لنا كمغاربة كمنتخبين محليين هي فرصة باش نقويوا هذا المنظمة ولكن هي فرصة باش نكونوا حاضرين في هذه المنظمة خصوصا على المستوى الإفريقي لأنها الحضور لنا سيعزز الدفاع عن مختلف القضايا العادية لدي البلدنا حاضر هذا اللقاء كل من رئيس الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات رفقة مجموعة من الأعضاء حيث أشاد بالمنسبة رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية بالعلاقات التي تجمع بين الطرفين المغرب متقدم في ميادين التمويل المحلي والبنية التحتية والديبلوماسية المحلية وبالتالي هناك أشياء يشاركها مع أشقائه الأفارقة ناقشنا عدة مواضيع منها مسئولية الممثلين وتمثيلية النساء بخبرتنا وخبرائنا نحن نغني بعضنا البعض يذكر أن من ضمن المواضيع المطروحة على طاولة النقاش بين المسئولين المغاربة وعمدة مدينة ذكار الذي حل بالمغرب يوم الأحد مرفوقا بعمدة برازافيل نتائج المؤتمر السابع لمنظمة الحكومات والمدن الإفريقية المحلية المنعقد بجوهزبورغ إلى جانب الاستعدادات لقمة المناخ العالمية في نسختها الثانية والعشرين بمراكش ترجمة نانسي قنقر